على الرغم من أن تظاهرات احتجاجية خرجت في بغداد رفضا للعودة إلى نظام سانتليغو في تنظيم انتخابات العراق وبرغم أن ممثلي القوى الناشئة في البرلمان اعترضوا على التعديلات الأخيرة وعلى إلغاء قانون رقم 9 لسنة 2020 إلا أن كل ذلك عده نواب مستقلون غير قادر على ثني الكتل الكبيرة حتى الآن عن المضي بصيغة التعديلات المقترحة أخيرا لكن ومع استمرار الائتلافات الكبيرة باعتماد تعديلاتها على القانون الانتخابي أكدت مصادر نيابية أن القوى النيابية الرئيسة ما زالت تتخوف من حراك شعبي رافض ومعترض على اعتماد قانون سانتليغو لتنظيم الانتخابات الأمر الذي دفعها إلى التفكير على الأقل في مقترح فصل انتخابات مجلس النواب عن انتخابات مجالس المحافظات في الأثناء كشفت مصادر قريبة من الكتل النيابية الكبيرة عن أن هذه الأخيرة ارتأت مناقشة مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات لاعتماد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات البرلمانية واعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المحلية لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة لا سيما وأن كل قانون له خصوصية ومشار إليه بفقرة في الدستور غير أن هذه المقترحات تصطدم على ما يبدو بإرادة قوى سياسية كبيرة حيث ذكر نواب من هذه القوى أن البحث في مقترحات لجنة الأقاليم والمحافظات وتأجيل جلسة مجلس النواب إلى السبت هي عبارة عن ما وصفوها بمجاملة للنواب المستقلين ليس إلا في حين أقر نواب يمثلون حراكة شرين في البرلمان بأن الكتل الكبيرة تمتلك الأغلبية ولا يمكن مواجهتها برلمانيا إذا مرتأت إقرار تعديلات القانون الانتخابي هذا وبات أمام رئاسة مجلس النواب مقترحان لتعديل قانون الانتخابات غير أن مصادر نيابية أكدت أن الكتل السياسية الرئيسة توجهت باعتماد نسخة القانون التي تتضمن التعديلات التي اقترحتها أولا وبحسب رأي رئاسات هذه الكتل وليس بمواقف نوابها ورؤاهم الشخصية